خطأ يسبب زيادة الدهون في الجسم السلام عليكم ورحمة الله معاكم من نتريشان كوتش عمر شعراوي أهلا بكم في سلسلة أخطاء مدمرة في الضاية الجزء رقم 6 معظم الناس بتبدأ انها تبدأ تقلل الأكل بتاعها وتبدأ تنزل التمرين عشان تبدأ تحرق السعرات وفي نفس الوقت شد الجسم وده كويس جدا ولكن الخطأ هنا انه بيرجع بعد التمرين بيصبر من ساعتين لاربع ساعات بالتالي هنا لما انت تسيب جسمك بعد التمرين وانت مقلل سعراتك لفترات كبيرة بيبدأ جسمك هنا انك تجوع أكتر والعقل بيبدأ يحتاج كمية كلكوز نتيجة انك حرقت كمية كلكوز كبيرة في التمرين وبعد التمرين ما أكلتش فعقلك بيتغزى ساعتها في الفترة دي على الكلكوز فمحتاج نسبة كلكوز فبيبدأ يحسسك على طول انك جعان ونفسك فيه سكريات وبالتالي هنا عند بعض الناس اللي بتزبر كتير جدا بعد التمرين بتلاقي عندها شراهة من ناحية السكريات عالية جدا وبيبدأ يتجه انه محتاج جلوكوز محتاج سكريات فبيبدأ يبوز ومبيقدرش يسيطر على الشهية بتاعته الحل هنا انك تبدأ ترجع من التمرين تاكل وجبة متكاملة يفضل انك تبدأ بي البروتين والسلطة عشان تاخد المينرز والفيتامينات والبروتين وفي نفس الوقت الدون الصحية اللي موجودة في البروتين واخر جزء يتاكله معاك هو النشويات ولو نفسك بالجزء السكريات حاول تدخل الفواكه بالتالي هنا انت بشتحط جسمك تحت ضغط كبير وتحسسه انه في المجاعة فبالتالي يبدأ يبقى محتاج جلوكوز فتبدأ تبوز وكده كده جسمك هيبدأ يغسر دهون مع الوقت نتيجة انك طبعا حاسب سعراتك او مقال الاكلك وبتعمل تمرين لو عندك اي سؤال سواء عن التغذاء والتمرين تدعو تسيبه تحت في الكومنتيات وهرد عليك تخس بدون ما تحس معامل شعره سلام